بداية استهداف في البحر العرب استهداف لسفينتين اخترقت الحظر على موانئ الكيان هذه أساسية تم استهدافها نتكلم عن مسافة تناهزة 800 كيلومتر بمسيرات وبسواريخ باليستية النقطة الأساسية هي ردا على استهداف منطقة مدنية قريبة من الحديدة تم استهداف البارجة أو المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر من غير الواضح التحديد أهمية الموضوع أو حساسية الموضوع أن هذه الباخرة تم جلبها عند بداية إنشاء ما يشبه التحالف دعماً أو حمايةً للكيان من قبل البريطانيين والأمريكيين قدرات هذه الباخرة دايموند هي تختلف بين منظومات دفاع جوي أساسية السواريخ دفاع جوي وتربيدات ضد الغواصات وضد السفن مع مدافع الرشاشة المدافع الرشاشة هي غير صالحة للمواجهة ضد اليمنيين هذا أساسي التربيدات غير صالحة للمواجهة ضد اليمنيين غواصات أو السفن تبقى موضوع الدفاع الجوي الدفاع الجوي هي مجهزة بعدة أنواع من السواريخ يعني فيبر وأستر 15 وأستر 30 هي صواريخ جد متطورة للدفاع الجوي ولكنها تفشل المفارقة أنها تفشل في الدفاع عن نفسها في الدفاع عن السفن التي أتت لحمايتها نتكلم عن مئات السفن اليوم التي استهدفت وتم تنفيذ حذر بشكل كامل نستطيع أن نقول أن الوحدات اليمنية بمواجهة هذه القدرات المتطورة العالمية والتي هي متخصصة أساساً بقسم كبير منها بالدفاع الجوي مثل دايموند البريطانية هي تفشل في مواجهة الوحدات اليمنية